يمكن بنتكلم في الحلقة النهاردة عن التطبيقات الكثير اللي بيتم استخدامها على تلفوناتنا هل هي تغيير ولا احنا بنعملها باستهتار شوية ولا ايه الحكاية بالزبط التطبيقات دي بتحول الصور مثلا لشخصية كرتونية او لألوان زيت او اي حاجة باستخدام تقنيات معينة من الذكاء الاصطناعي عشان كده هنسأل دلوقتي الاسئلة المهمة جدا بنسألها من اول حلقة ايه المخاطر اللي ممكن تقدمها التطبيقات دي وهل ممكن تحصل مشاكل لما تاخد بياناتنا الشخصية بمنتهى السهولة تفاصيل كثيرة قوي هنعرفها من ضفنا المهندس اسلام غانم استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي اللي منوارنا النهاردة في الستوديو صباح الخير على حضرتك صباح النور يا فندم صباح خير صلى مشاهدين خلينا نتكلم من الاول خالص جدا جدا وعايزين نفهم كده بنا وبين نفسنا انه في ناس يمكن مش فهمة قد ايه الموضوع يمكن يكون خطير انا واحدة من الناس دي ممكن شعر في قد ايه ممكن يبقى الموضوع خطير لو هو خطير في وجهة ناظرك عايزين نعرف التطبيقات دي هدف منها ايه يعني اللي بينازل التطبيق دي على IOS واندرويد عايز ايه منه غير الربح المادي كمصنع للتطبيق ده بيبقى فعلا بيبقى هدفه إما الانتشار وتحقيق طبعا تطبيق الاجهزة طاعة المستخدمين على مستوى العالم لما التطبيق بيبقى موجود على كمية من وعينة من الاجهزة على مستوى العالم ده بيبقى شيء بيديله باور شوية وممكن بعد كده ينزل في الاول بنسخة مجانية وبعد كده يحط مبلغ اشتراك شاهدي مثلا بالنسبة للمستخدم بقى مش للمصنع التطبيق فده بيبقى قدامينه حاجة جديدة مثلا شوف شخصيتك لو انت ميل في الميل او انت ذاكى وانت شوف نفسك وانت كبير شوف نفسك وانت صغير في بعض التطبيقات بيبقى لاستخدم صحي شوية يا ترى انت اني عرق من العرق العرق اللي على مستوى العالم عرق افريكي يعني اوروبي عرق اسيوي في بعض التطبيقات اللي بتتعمل على مستوى الشكل الفني اللي هو مثلا أنا حشوف أحمل لك شكل هو بيثير فضولك في الاول ده لازم لازم انا لو ما خليتش حدك تصير الفضول مش هتستخدم البرنامج وبعد كرة بعد ما صير فضول تستخدم البرنامج بقى في حاجة من اتنين تحب أنشوره عشان أشارك للأصدقاء معك في الشكل الجميل ده ولا لا لما بتيجي تشارك بيقولك أنا حاخد يعني حق لانا أحط البوست ده على السوشيال ميديا بتاعتك فانت بتقوله ابروف او الشخص اللي بيستخدم بيقوله موافق احنا بندوس اجريمن غير ما نقرأ أصلا للبرايفسي ايه احنا لو دخلنا بقى في موضوع الاجريمنت ده احنا لازم نتابع برايفسي ده لان في كل مرة بيبقى في تعديل لبرايفسي معينة بيجي لنا اميل واحنا ببنقرهوش بيقولك احنا عملنا فيرجة جديدة انا شو رجل سنسلم بس هو في الحالة دي يعني بس انت بتقوله انا بدوس الاجريه من جار ما اقرأ دي انا ما فيش خيار تاني يعني مش موافق اللي انا استخدم خصوصية معلوماتك دي واني هي تبقى على مرأة الشروط اللي هو محتد هدية وارروح اترجمها حتى او اقراها لا انا مش مكلم على كده انا مكلم انت اثرت فضولي ان انا استخدم التطبيق ده علشان اعرف او مش بولك اجري او تعزيل بالزبط اقوليش ان انت تجاهل ده او انا مش موافق ده او اعمل اسكابلي ده لا هي فكرة انت هتقبل هتقبل عشان تدخل معنا اللعبة يبقى على اقل اخد الحد الادنى من المخاطر واستخدم البرنامج واخد الصورة وما ننشرهاش او ما خلوش هو ينشرها وبعد ما استخدم البرنامج اشيل على طول ما سيبهوش موجود عندي يعني لان اقل المخاطر ليه لان احنا عندنا مخاطر كتير جدا يعني لو بعدنا عن المستخدم وهو بنفسه عمل المشكلة فممكن الشركة اللي عامل التطبيق ده يحصل فيها اختراق مثلا يعني اي شركة بقى سواء سوشيال ميديا او برامج تحليل صور يعني فالاختراق ده هيخلي صور بتاعتك او بياناتك ديت بيت معرضة ان هي المختارك يعمل بها اي حاجة عشان يبتز الجهة او الشركة اللي هو اختراقها دي والشركات العالمية بتبقى دايما هي مرمى للاختراق لانها بتحتوي علامات او ملايين من الداتا زي شركات ده التواصل او سائل التواصل او شركات الإصالات الإلكترونية معلش النهاردة لو في حكومات بتحاول تطور من السايبر تكنولوجي بتاعتها بشكل ملحوظ جدا جدا وبيتم اختراقها برغم كده ودول كبرى معنى كده ان الابتكيشنز دي اكيد اكيد سهل اختراقها جدا جدا يعني احنا عندنا قاعدة السكيورتي مفيش قاعدة امنة 100% او لان اللي بيخترع القطاع السكيورتي جوا اي لعبة او جاي اي تطبيق بيبقى ملمة مثلا بدراسة ماجستير في مجال الرياضة او الفيزياء او البرمجيات فبيبني عليها النظرية ديت لو ما اتطورتش بعد مرور من الوقت نسبة السكيورتي فيها بتقل خالص لدرجة انها بتكون تكادة كونت سفر مثلا لو على ذلك قطاعات البنوك دايما بيحب لازم تطور كل شوية من انظمة السكيورتي بتاعتها فالدول بتاخد حاجة من اتنين يقيمة تمنع الوصول للتطبيقات من الوسائل التواصل على المواطنين او المقامين طبعا عندنا الصين هي اكتر دولة منع وسائل التواصل خالص وعمل وسائل التواصل محلية بديلة انا فيسبوك خاص بياهية فيسبوك وكل بقى حاجة شبيهها لها بالضبط وده ما يفتحش الا جوه الصين بس وممكن يتفتح بس طبعا ده ما يمنعش ان بعض الناس المتخصصة ممكن تلتف وتعمل نفسها ده اشبه كده بشبكة الانترنت الحكومية اللي تبقى مغلقة على قطاعات الحكومة فيما بينها فقط دي حاجة شبكة فيها بس هي عن مستوى الدولة كلها اعتقد ان روسيا كانت بفترة كانت بدأت تفكر انها تعمل حاجة اسمها سبلت انترنت او تقسيم الانترنت تبقى خلي هي بس تشوف او المواطنين لجوه روسيا يشوفوا بس المعاقع الروسية اللي هي تسمح بيها وبره ما يشوفش اي حاجة تانية لان ده اصبح خلاص الفكر السائد لان كل شخصا بيستخدم تطبيق عداك ما بدوستش بقى للزواج الكبيرة خالص ان اجمالي مثلا المستخدمين لتطبيقاتها مستوى الشعب المصري 60% منهم بيطلع منهم بقى تقارير بقى 60% شباب 40% ممكن بيتأثروا ان هنعمل لهم برنامج تاني ونعمل حاجة فعندك داتا خاصة بتفنيد قطاعات الشعب المصري وهواياته وانت لو عاوز تخترقه واحنا بنكلم على حرب معلومات فانت لو عاوز تخترق الشباب تحديدا فتعرف انهم 60% هواياتهم ايه فقدر ادخلوا من مدخل ايه تحديدا عشان اكتذبوا لي هي الفكرة كلها ان العقل البشري او المستخدمين العاديين مش قادرين يتصوروا ان انصاف المعلومة بتطلع مننا بطريقة غير مدركة ان هي معلومة وبتتجمع وتوصل الناحية التانية في السيرفر ويبدأ ياخد قرار يعني على سبيل المثال مثلا الاسرة اللي ما بيش عارفة ان هي حطة على وسائل التواصل لان ده زوج وزوجة على وسائل التواصل هو بيعرف منين عن طريق ان الاتنين بيبدخلين على نفس الراوتر فبيدخلك من نفس الراوتر في اوقات غير العمل يبقى ده اسرة او ده منزل فشو حدك المعلومة زيبهديات بتفرق ازاي طبعا تقول انا مش حاطة بياناتي ان انا متزوج لكذا او انا زوجة لكذا بس هو بيعرف لان انتو الاتنين فتحين من نفس الراوتر اللي انتو تقني عليه في غير اوقات العمل ده ميثال بسيط يعني مشاهددك للفيديو مثلا هو بشكل الافكة وشكل الرأسي ده بيفرق معهم لاني بيعرفوا نسبة التركيز انا بقى مش بتكلم على شركة معاي انا بتكلم على في المعموم بقى الارجوريزميز والسكاء الاصطناعي بيعرف ان انت ما تشاهده بشكل افقي عرضي يبقى انت مركز اكتر بدلين انت قريبته عشان تخلص شاشة سكرين يعني يبدأ يشوف الفيديو ده تصنيفه ايه هل هو رياضة تاريخ ادب مثلا ويبدأ يبني على النقطة دي مزيد من الفيديوز بهذا التصنيف فالانصاف المعلومات اللي بتيجي من حضرك بطريقة متقطعة جزئية بتتجمع هناك في السيرفر وبيقدر هو يطلع بقى معلومة بيقدر يطلع لك منتجات انت بس انت تكلم مع حد بتكتب كلمة معينة بتقول كلمة معينة اكتر من مرة بيفرق من انت تقصد الكلمة دي تنزل لك الاعلان المميسل لها طيب ممكن حد بتفرج علينا دلوقتي يقولك ايه لا يعرف ان انا مرادو ولا ما يعرف ان انا جزها، ولا ما عارف اننا عادين في blanket واحد تقولك المعلومات دي ايه اهميتها يعني خطورة المعلومات البعد دي او البعد من خطورة هذه المعلومات ايه يعني النهاردة اكيد وكلنا انا فكرت في الحاجات دي انا عادة النهاردة ناسي تفرج علينا مهتمة جدا بتطبقات الصور دي احنا عاردين بنتسلى احنا بنوش حاجة تانية ده تسليه فعلا هزار فالنهار ده بالمعلومات اللي احنا بنقولها دي يقولك ايه يا عمم ما يعادي يعني المشكلة يعني ما يحصل ده ولا هياخدوا مني ايه المعلومات المهمة غير النقطة اللي احمد ذكرها اكيد مهمة جدا ايه ابعاد دي انا كنت لسه بتكلم عن يمكن من شوية خطورة ان حد يمكن بالفيس تيلر ياخد تفاصيل الوش مثلا يسرق بي اي حاجة تانية او يعمل اي حاجة تانية هو طبعا يعني المعلومات بتاعتنا دي احنا مش عارفين هي راحت فين او راحت لمين ده العالم كله عدوي وراء العالم كله مين المتخصص ممكن يعمل بها ايه على سبيل المثال مثلا الفكرة الفيديوهات المصطنعة او الديب فيك اللي هي بيقدر يدخل مقطع فيديو مثلا الفيلم او لأي حاجة عالمية ياخد بس محتاج منك صورة صورة بس وياخدها يحطها جوة الشخصية فتتغير شكل الشخصية بالفيديو وتبدأ الناس ممكن ده دا يعمل ممكن مثلا يعمل سمع سريقة لشخص معين يأدي للانتحار او يأدي شخنا فيلم بحاله تعمل فاست ان فيوريس بعد بول واكر مع توفى بالشخصية يعني شخصية توفت في الحقيقة لكن مثلت في الفيلم النسخة الاخيرة منه بالضبط حاجة تانية مثلا ان الموبايل دلوقتي بقى فيه كمية من السنسورز يعني المعظم المستخدمين حوالين الموبايل مش مدركين اللي فيه حاجات ممكن يعني مثلا الموبايل ده ممكن يجيب طول الشخص وزنه طيب ممكن تصنيفه هو قيادته للسيارة دفاعية ولا هجومية ساعات بيقصد ان هو بيجيب الاطارات بتاعت العربية هل كلها في نفس المقاس ولا فيه اخلال ففيه كمية سنسورز رهيبة جدا معظم الآباء مثلا بيجيبوا لأولادهم احدث التقنيات ولكن مبقوش اوير كويس ان الناس بتقفل كذا وكذا وكذا بيتسابل للاطفال الاطفال دي ساعات ممكن تضغط على الزرار واحد تعمل حاجة اسمها تزامن للصور اللي على الموبايل ترميها على الانترليت او على السيرفرات فالغلطة ممكن تأدي لها كارسة والكارسة دي قد تصل الى الانتحار مثلا او الابتزاز الالكتروني زي ما يسموه صحيح يمكن انا في احدى المحاضرات اللي كنت باخدها لما له علاقة بالامن السبراني تحديدا وانعكاسه على الامن القومي بشكل عام اكتشفت ان فكرة الهوم سمارت اللي الناس كلها دلوقتي بتتهافت عليها عشان خاطر لا قدر اللي انا افتح مش عارف نور من الموبايل من أبليكاشن موبايل ان لها خطورة كبيرة جدا على حياة الشخص نفسه اللي بيعيش في المنزل اللي هو الهوم سمارت ده لان ممكن الشركة يبقى عندها اكسس في وقت من الاوقات من خلال اختراق المنزل الزكي ده في اللي هي تعليلك تكييف تزودلك بخار مثلا خاص بسخان ما فانت يتم اختيالك وانت عادت البيت ومحدش يعرف فين اداة الجريمة هو كمان احنا ممكن نصعب الموضوع اكتر بقى مش الشركة اللي عاملالك الموضوع ممكن حد يخترق الشركة ده صحيح ده لان انا اصده بالشركة يعني لو حد اخترقها وبالتالي يقدر يخترق يوصل للضحية بتاعته ويقدر فعلا يعني يفتح مثلا الغاز يفتح التكييف لان كل حاجة بيت سمارت هنا حاجة اسمها انترنت وزا سينك اللي هو الاي او تي صحيح ده يمكن بقى اعمق شوية من السمارت لان الانترنت وزا سينك ده ببساطة كل قطع حوالين مننا متوصلة بالانترنت صحيح يعني مثلا عيبة الدواء علشان اتأكد ان مثلا العيبة الدواء دي اتاخد الدواء فمعاد معينه جوا منه ها سينسور بيقيس كمية الدواء اللي جوا الزجاجة ديت فلما الشخص يجري ونظر في ينزل في تيجي لك اسم اس على الموبايل انتما اخده جواره الآن اسبع لحظاتك كل حاجة حوالين من حظاتك فرشة السنان برضو مزودة عشان تعرف ان الشخص تسخدمها ولا لأ في التحرك اللي هو القفة انا هنا بس عشان ممكن الناس دلوقتي بيتراوت كده لدهناها هو انتو جايين تخوفونا ولا ايه الحكاية جماعة بس هو مش فكرة خوف لكن لحنا ناخد حذرنا من الموضوع وعي بدون الوعي اكد ان بالضبط حذرنا ديت شخص ما بيعافش سوق ديته عربية اوتوماتيك وهو ما بيعافش سوق خالص الوعي هو بيحليله يتجنب المخاطر لانه وما تجنبهش بالوعي هيتجنبه بالتصادم لانه يتحصل له مشكلة تقدر الله صحيح بعدين يتبقى يقول انا مكنتش اعرى او مكنتش اعرف فطبعا المجال بيتطور بطريقة يعني فوق الطبيعة احنا عاديين دلوقتي في جديد حصل طيب احنا عايزين بس نعرف سريعا كده ايه التطبيقات او اخطر هدي التطبيقات الموجودة دلوقتي المشهورة على مستوى الصور هو فيه طبعا تطبيقات كتير جدا اعتقد ان اقات فيهم تطبيق اخر هالينسا اللي احنا شوفنا او لا في جديد هالينسا ده من 2018 هم ليه ظهر مرة علشان في نوفمبر اللي فات تم تحميله 160 مليون مرة في شهر نوفمبر اللي فات فقط ايش معنى بقى عشان هالفيلم افاتار نزل في الناس التالت يعني لان زودوه بمجموعة بيانات ايما على الزكاة الاصطناعي تعمل الطفرة المستخدم البرنامج دوت لان كمان انا تقريبا انا كنت منزله من 2018 اول ما نزل لان لقيته شكله يعني ايما على التقنية حديثة جدا فجربته لقيته فعلا بيعمل حاجات بسيطة جدا وانت قاعد مش محتاج متخصص وانا محتاج برامل تنزلها علشان تقدر تغير استشاري تكنولوجيا معلومات وتحول رقم ونزل الابليكيشن نزلت الابليكيشن بغرض ان انا معارض ان في اي لحظة اطلع اتكلم على اي برنامج فلازم الابليكيشن لما ينزل لما هو انت لما تنزل مش هتضر نفسك لا 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 انا نزلت وشفت وما استخدمتهش ولا حطيت صور ولا رفعت ولا عملت بابلش بس شفت الامكانيات اللي جواه لان حتى لما ايجي اتكلم ابقى عارف فالامكانيات اللي جواه ده عبارة عن ايه فهو ده يعتبر اللي عمله تفرى بقت الناس كلها بتتكلم عليه لان نزل في نوفمبر بس للسابق حوالي 160 مليون مر تحميل ده في حد ذاته خلى ده معناه ان الشركة طورت من اداء وغزته بكمية من الزكاء الاصطناعي اللي خلته يبقى فيه اقبال من المستخدم بالرقم دوت خلاله للشهر بس شهر نوفمبر بس يعني بالمقارنة بالنوفمبر اللي قبل منه السابق تقريبا كان 22 مليون مر تحميل فقط واللي هو كتير برضو مش قليل يعني كتير جدا طبعا 160 مليون مر تحميل ده رقم كبير جدا طب وإيه الابليكيشنز اللي بتتصل بيك بارقام المستخدمين هو الفكرة كلها ان احنا عندنا برامج يعني كتير جدا محطوط على الانترنت فيه ابليكيشنز بتخليني من غير اسمها عرف ما ستتعمل ايه طبعا من غير اسمها بتخليني انا بسط الغرض بتاعها اتحكم في الرقم اللي ظهر للشخص وانا بتتصل بيه تتصل من رقم غير رقمك اه فبالتالي ممكن احط لحضرتك رقم خدمة عامل البنك فانت كده شايف طريقة نصبع واحتيال بطريقة تكنولوجيا بالضبط كده طبعا دي اداية ممكن دي من مجموع من الادوات تما تحط كلهم في السيناريو فيعمل لك جريمة تكنولوجية منظمة ده برنامج شهير جدا بدأت الناس يعني تاخد بنا منهم لان ممكن بيحصل كوارث جدا الممكن هيقلك ان البنك بيتصل وتفاجئ ان هو مش البنك خالص هتقولي ده رقم البنك اللي بيتصل ما بقاش شرط عشان كده حتى كل البنوك الموجودة في مصر بدأت تنزل حملات ان احنا مش بنتصل بك نسألك على الداياتا لازم حضرك تروح الفارع او المكان عشان تعمل اي عملية خاصة بحسابي طيب مع انتشار التطبيق الاخير الخاص بالصور اللي احنا تحدثنا عنه ده تحديدا وفكرة تخويف او اللي احنا كان دورنا كاعلام اللي احنا توعية فظهر مجموعة من الخبراء زي حضرتك وتكلموا وقالوا يا جماعة خدوا احتياطاتكم وخلوا بالكم من هذا التطبيق على الجانب الاخر طلعت الشركة ونفت ده وقالت اللي احنا مجرد ما الشخص بياخد الصور الخاصة به بيتم حزف البيانات الخاصة بالشخص من على الخوارزم اللي موجود عندنا فشايف ده صحيح ولا نستخدم التطبيق ده بشكل امن ولا برضو اخد احتياطاتي احنا ممكن نعمل الاثنين استخدموا بشكل امن واخت احتياطي عجبني البرنامج بيقدم فكرة كويسة خلص بنزله بستخدم الصور اللي انا بديهاله بيطلع لي الصور اللي انا عايزها منه بشير التطبيق خلص باحتفظ بالصورتين معايا في الجهاز وشير التطبيق ده المهم ان احنا بنستخدم الحاجات دي لو حبينا خلص ونسينا الحاجات دي المهم بعدها ان احنا نمسح التطبيقات دي من عندنا تماما كل شكر لك مهندس اسلام غانم استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي على وجودك معنا واكيد على المعلومات المهمة اللي زودتنا بياه في خلال الفقرة شكرا لك